أهلا بكم مشاهدين الكرام حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج الجامعات الفلسطينية كفاح وتحدي في ظل العدوان المستمر على شعبنا وحرب الإبادة المستمرة على أهلنا في قطاع غزة في هذه الحلقة سنلقي نظرة على البرامج الأكاديمية المتنوعة التي تقدمها جامعات الوطن واليوم سنتحدث عن جامعة فلسطين التقنية خضوري ونتعرف معكم بشكل أكثر كيف تتعامل مع هذه التحديات التي تواجهها في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة للحديث أكثر في هذا الموضوع معنا في الأستوديو الدكتور معتمد الخطيب نائب رئيس جامعة فلسطين التقنية خضوري للشؤون الأكاديمية أهلا وسهلا بك معنا دكتور أهلا وسهلا بك قبل أن نبدأ الحديث معك دكتور دعنا نتابع هذا التقرير الذي أعدته لنا الزميلة هبا الرماوي عن جامعة خضوري تعتبر جامعة فلسطين التقنية خضوري أول جامعة حكومية تقنية في الوطن في مقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رامالة والعروف الخليل بدأت فكرة تأسيس الجامعة منذ ثلاثين ميات القرن الماضي كمدرسة زراعية رائدة استطاعت أن تصبح في يومنا هذا مضلة للتعليم التقني والمهني في فلسطين تمنح جامعة الخضوري مجموعة من التخصصات والبرامج الأكاديمية والتقنية والمهنية في درجات الماجستير والبكالوريوس والديبلوم بأساليب علمية حديثة تجمع بين التعليم النظري والعلمي موزعة على عشر كليات مختلفة في فروع الجامعة تسعى الجامعة من خلال نظامها التعليمي المدمج بين النظري والعلمي إلى تمكين قدرات الطلبة الذين يصلوا عددهم إلى أكثر من أحد عشر ألف طالب بالإضافة إلى سقل خبراتهم بشكل يعزز فرصهم في المنافسة على قرص العمل وفي السياق النوعية ومواكبة التطور تواصل الجامعة جهودها في استحداث المزيد من التخصصات الجديدة في مختلف البرامج لمواكبة التغيرات لتتناسب مع سوق العمل تعتمد الجامعة نظام التجسير ما بين برامج الدبلوم والبكالوريوس المعتمدة في الجامعة وبمجبها أصبح بإمكان الطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم متابعة الدراسة في الجامعة للحصول على درجة البكالوريوس في العديد من التخصصات وضمن شروط محددة تقدم الجامعة مجموعة متنوعة من الإعفاءات والمنح والمساعدات الطلابية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم العالي للكليات والجامعات الحكومية والتي تصل إلى إعفاء مئة بالمئة إضافة إلى القروض الحسنة الميسرة من خلال صندوق إقراض الطلبة بالإضافة إلى المنح الاستثنائية التي اعتمدت من رئيس الجامعة لتشجيع الطلبة وتحفيزهم في تخصصات معينة أو الطلبة الأوائل في الثانوية العامة كنوع من الدعم والتشجيع لهم تتطلع جامعة فلسطين التقنية خضوري لتصبح منارة علمية رائدة ونموذجا فريدا للجامعة الحكومية وذلك في مجالات التعليم التقني العالي والبحث العلمي ونشر المعرفة والثقافة وخدمة الإنسانية والتنمية المستدامة هبريماوي تلفزيون فلسطين ألم بك من جديد دكتور معتمد بداية أريد أن أتعرف معك أكثر حول طبيعة التحضيرات والاستعدادات التي تقوم بها جامعة خضوري لاستقبال الطلبة الجدد ونحن على بعد أيام من إعلان نتائجة هنوية تحياتي لكم جميعا وأخو المشاهدين جامعة فلسطين التقنية خضوري بسوطا بباقي الجامعة الفلسطينية تبدي دائما رغبة وتوجه نحو تطوير أكاديميها وطلابها بحيث أن تكون مخرجات الجامعة هي الأفضل إحنا في فلسطين رأس مالنا الكادر البشري بالدرجة الأولى لذا ضروري جدا أن يهتم بخريجينا ومستوى خريجينا لأنه إحنا لا يخفى على أحد أنه سوق العمل للطلاب أو الخريجين الفلسطينيين هو غالبا يعني السوق المحلي ما بيستوعب كافة الطلاب وبالتالي سوق صغير سوق صغير فبيكون فيه توجه نحو السوق العربي الإقليمي والدولي لذلك أنا لما بدي أخرج طالب الأصل أن يكون هذا الطالب أخرجه بمستوى يقدر ينافس مش بس ينافس زملاءه في الجامعة الفلسطينية لا بالعكس ينافس أيضا زملاءه خريجين الجامعات العربية والجامعات الدولية أيضا في نقطة كتير مهمة أنه إحنا في زمن يعني التغيير في واسع في المجالات جميعها فما بالإمكان الآن إذا بدك تثبيت نفسك كجامعة أنك تلتزم بالخطط القديمة لبعضها يجب أن يكون هناك مواكبة مية لما هو العالم ذاهب اللي لكي نحن خططنا دائمة تتطور باستمرار نستحدث برامج جديدة البرامج الجديدة هاي إحنا موجهين بحجد السوق وهذه فرصة مهمة جدا نعرف الطلاب وأستاذ المشاهدين حول طبيعة هذه البرامج الجديدة التي ستعتمد عليها في خطتها القادمة جامعة خدوري نعم خليني أبدأ في بأنه إحنا جامعة تقنية أبدأ في كلية الهندسة كلية الهندسة في عنا 13 برنامج أكاديمي دائما من حاول نطور الخطط الدراسية ونطور هاي البرامج الأكاديمية نطور آليات تدريسها بحيث أنه مثل ما حكيت لك أن نكون جاهزين لطالبنا لما يتخرجي نافس عنا مثلا كان الهندسة الكهربائية وهو تخصص مرغوب جدا فتحنا منه يعني تخصص جديد في الهندسة الكهربائية لهندسة الطاقة لأنه الآن الطاقة المستدامة أصبحت أحد أهم المجالات اللي الكل بسعالها فمثل ما أنا بدأ أخرج مهندس كهربائي قادر على عمل التمديدات وتمديدات النصانع وتمديدات البيوت أيضا أنا بحاجة أن أخرج مهندس متخصص في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهذه الأمور لهيك فاستحدثنا برنامج الطاقة المستدامة إضافة لبرنامج الأتمة الصناعية هذول الثلاثة في نفس الفلك تقريبا وهي مجال الهندسة الكهربائية وهو برنامج الأتمة الصناعية بما يختص بالمصانع لأن المصانع الآن أصبحت كلها بتعتمد على نظم الأتمة الحديثة فأنا بدي الخريج يكون قادر أنه يتابعها وما منهتم فقط في الجانب النظري فيه منهتم في الجانب العملي ربما نكون وهو الأهم نعم أكثر الكليات أو أكثر الجامعات اللي بتركز في خططها الدراسية على المساقات العملية المتنوعة والعديدة في خططنا الدراسية أيضا في عنا في مجال هندسة الاتصالات واستحدثنا أيضا في مجال هندسة الاتصالات اللي هو مجال هندسة الصوتيات لأنه أصبح التطور العمراني اللي عندنا إحنا بحاجة لتجهيز قاعات، استوديوهات، قاعات الأفراح، المساجد، المسارح كلها بإحتاج خبير في مجال هندسة الصوت اللي يعرف يرتب هاي الأمور كلها استحدثنا في مجال الهندسة الميكانيكية في عنا برنامج هندسة الميكانيكية المعتاد في عنا برنامج هندسة السيارات بشقيه البرنامج التكاملي والمسار العادي وهل رح أوضح شو يعني المسار التكاملي فإن هندسة الميكانيكس اللي بتجمع ما بين الكهرباء والميكانيك وأيضا استحدثنا برنامج جديد له هندسة السلام العام طيب دكتور فيه إقبال على هاي التخصصات من خلال متابعتكم هل هناك توجه أكبر أصبح نظرة لسوق العمل وطلب العالم على مثل هذه التوجهات ما الذي يلفت انتباهكم دكتور وهل هناك فعلا إقبال أكثر أصبح مع هذه التوجهات بالتأكيد لأنه المهم أنه نوضح للأهل الآن إحنا الأهل كلياتهم السؤال الأبرز ابنه شو يختار فأنا وظيفتنا في هاي المرحلة أنه نوجه الأهل ونوجه الطلاب أنه لمساقات أو مجالات العمل المستقبلية اللي الطالب ممكن يشتغل فيها بناء على هذا التخصص حتى يحدد شغلتين يحدد أنه فيه سوق عمل فعلا ممكن يستقبل بعض التخرج إضافة إلى أنه الرغبة أنه إذا الطالب من البداية فهم البرنامج وكان يعني شعر أنه راغب بدراسة هذا البرنامج لأنه أنا لا أقلل إطلاقا من أهمية رغبة الطالب في دراسة مجال معين لكن هون يأتي دور الإرشاد قبلكم نعم لهيك إحنا دائما أي طالب بتجاهلنا أي أهالي دائما الجامعة فيها أهالي إحنا دائما جاهزين للاستفسار عن أي سؤال في هاي المجالات المختلفة اللي هو مجال السوق العمل نوضح البرنامج من البداية للطالب ما يتفاجأ مهم جدا هذا دكتور أيضا في ملف آخر بما يتعلق بالظروف الاقتصادية التي مر بها كل أبناء شعبنا دكتور هل سيكون هناك مرعاة للظروف الصعبة التي مر بها الطلاب متى تعلم هناك طلاب بسبب هذه الأزمة المالية ربما الأهالي لن يستطيعوا أن يسجلوا أبنائهم للاتحاق في الجامعة هل هناك خطة لديكم في ظل كل هذه الظروف الصعبة التي نعاني منها؟ صحيح الجامعة فلسطين التقنية الخضورية هي جامعة حكومية وبالتالي هي لا تسعى للربح بالدرجة الأولى فإحنا من الأصل قبل الظروف هذه أصلا إحنا رسومنا الدراسية هي تكاد تكون ثلث أو ربع الرسوم المعتادة في الجامعة الفلسطينية إحنا ساعة كلية الهندسة عندنا 24 دينار للطالب العادي طب في عنا حزمة واسعة من المنح لمنح التفوق، منح التربية، منح الأسرة، منح الشهداء، منح الشؤون الاجتماعية في حزمة واسعة من المنح يعني عادي جدا أنك تشوف طالب أنه دخل الجامعة وخرج منها مدفعش ولا دينار لأنه في عنا، مثل ما حكيت لك، حزمة كبيرة من المنح بس طبعا شرطنا دائما أنه الطالب يحافظ على مستوى أكاديمي خلال فترة دراسته مستوى أكاديمي معقول، أنه ما يكون الطالب مهمد كثير في دراسته وطالما الطالب جدي في دراسته ودخل الثانوية العامة بمعدل كويس وإذا أحقق إحدى شروط المنح فرح نكون أكيد جاهزين لمساعدته إضافة أنه فتحنا باب التقصيد عن طريق البنوك بحيث أنه تتحمل الجامعة أي تبعات مالية ناتجة عن هذا التقصيد مشان ما نكلف الأهالي مبالغ إضافية مجرد ما أنه الطالب كان أثبت للبنك أنه هناك عنده كفيل قادر على السداد بإمكانه يقصت الفصل الدراسي لأصلا رسوم زهيدة جدا الدبلوم ساعة عشر دنانيرو ممكن تكون خمسة إذا حصل على إحدى المنح فأولى طالب البكالوريوس 20 دينار بالمعدل فتحكي بروح على البنك وبقصة المبالغ المالية القصة الدراسي على عدة شهر جميل جدا دكتور أيضا هناك مقطة مهمة دكتور لها علاقة بالظروف الراهنة ونتحدث عن الفرع الرئيسي في طول كارم طول كارم معنات مؤخرا من اجتياحات اقتحامات بشكل يومي تدمير البنية التحتية ملاحقة اعتداءات اعتقالات بحق الطلبة كل هذا الأمر ربما يصاحب من الوصول أيضا إلى الجامعة بالنسبة للطلاب نظرا لهذه الأوضاع الصعبة التي أصبحت شبه يومية كيف تتعاملوا مع هذا الأمر دكتور؟ صحيح خلال الفترة الماضية كان عندنا توجه كبير نحو التعليم الإلكتروني لهذه الأسباب جزء منيح من طلابنا من خارج محافظة طول كارم حتى اللي من داخل محافظة طول كارم يعني انت شايف يعني كثير من الأيام كانت تستيقظ مدينة طول كارم على أحداث مأساوية صحيح وحصار رعا مدار أيام صحيح وهيك كان توجهنا خلال الفترة الماضية إلى التعليم الإلكتروني الآن توجهنا إلى التعليم المدمج ما بين الإلكتروني والوجاهي المساقات العملية مندرسها بشكل وجاهي لكن المساقات النظرية ما زلنا خلال الفصل الصيفي متجهين للمساقات الإلكترونية في المستقبل في حال عدنا للتعليم الوجاهي رح نقدر ظروف الطلاب اللي ما بتمكنوا يوصلوا للجامعة بحيث أنه إحنا بالموازاة مع التعليم الوجاهي يقوم المحاضر برفع كافة المواد التعليمية على نظام المودل بحيث أن الطالب في حال تغيب عن محاضرة لظرف أو لآخر بيكون المادة التعليمية مسجلة عنده موجودة بإمكانه يطلع عليها بأي وقت وربما هذا الأمر ينطبق على طلبة في غزة دكتور تعليم الإلكتروني وهناك مبادرات التي خرجت من كل جماعات الوطن ألية التسجيل دكتور بدأ فعليتها بالأمر في ظل الظروف المأساوية التي مر بها الطلبة في قطاع غزة طلبة غزة فتحنا لهم مسار خاص فيهم خلال الفصل الثاني الماضي دمجناهم مع طلابنا في شعبنا الدراسية حتى أعطيناهم مجال أوسع لتأذية الامتحانات معنى إحنا أن هنا أغلقنا الفصل الدراسي الثاني إلا أنه ما زلنا تتركين المجال المفتوح طلبة غزة لماذا تمكنوا يعملوا الامتحانات نحن مقدرين ظروفهم يعني أحيانا الواحد أقصى همه يأمن شربة ماء فهنا ليس وقت أنه يعمل الامتحان لا عنده نت ولا عنده موبايل فتركنا له المجال المفتوح أنه متى شاء بإمكانهم يمتحنوا في المادة الدراسية اللي عملها أيضا المجال ما زال مفتوح لطلبة قطاع غزة للتسجيل على الفصل في أرقام عندكم معينة دكتور؟ نعم خلال الفصل الدراسي الماضي تقدم لنا 1500 طالب تقريبا استوعبنا عدد كبير منهم طبعا إحنا تقدمونا من مختلف التخصصات للأسف الشديد في تخصصات مش موجودة عنا يعني إحنا ما عندنا طيب على سبيل المثال لما يتقدم لنا طالب طب ما فيش مساقات الأسف فهاي التخصصات كنت نرفوضها عدا ذلك أي طالب تقدم يدرس مساق نظري في تخصصات موجودة عنا كنا نوافق عليه ونسجله في الشعب بدون ما نسأله عن أي وثائق أو أمور اللي نعجزهم بهذه المرحلة إحنا ما نرصد العلامة ومنرفعها لجامعته اللي هو ذكر أنه مسجل فيها الجامعة حتى إحنا ما عندنا ما يثبت أنه هو مسجل في هاي الجامعة فإحنا منرفعها للجامعة ولي جامعته اللي مسجل فيها حرية ترصيد العلامة في حال أنه كان طالب عندهم فإحنا متعاونين جدا في هذا المجال وسنبقى متعاونين لأنه أهل غزة أهلنا ويعني مصابهم مصابنا وإذا ما وقفناش مع بعض مين اللي بدي وقفنا طيب دكتور دعني أسألك عن مستوى التكنولوجيا والبنية التحتية التي نتمتع بها الجامع ونتحدث عن جامعة تقنية بالدرجة الأولى كيف تواكبوا ما يحدث من حداثة وتطور في الأجهزة في التقنيات في التخصصات لكي تكون حاضرة في جامعة تقنية يعني هذا التحدي الأكبر للجامعة لأنه الحداثة تعني المزيد من النفقات والمزيد من المال وإحنا يعني الرسوم الدراسية لأنه رسوم أصلا منخفضة فبالتالي مدخلات الجامعة مش كثير عالية لكن إحنا إدارة الجامعة عندها قرار أنه موضوع الحداثة في المختبرات هذا رقم واحد يعني حدث أجهزتك حدث مختبراتك يعني تخيلش الأرقام اللي عمالنا بنصرفها على تحديث المختبرات من فترة يعني بس مختبرات هندسة السيارات يعني جبنا لها أجهزة يعني بمبالغ فلكية لأنه ما بنفع يعني أنا أجيب طالب هندسة سيارات وأدربه وأنا ما عنديش معدات حديثة وأدربه على مختلف أنواع السيارات السيارات العادية السيارات الكهربائية السيارات الهجينة فلازم يكون عندك كل شيء مشان الطالب يكون جاهز طبعا هذا ينطبق على باقي البرامج و التخصصات ليس حكرا على هندسة السيارات جميل جدا هذا الأمر دكتور أيضا التشبيك مع الجامعات الأخرى في مختلف دول العالم الجامعات التي لها علاقة بالأمور التقنية الأمور الصناعية مدى تعاملكم في هذا الأمر دكتور خلال الفصل الصيفي الحالي توجه أو سيتوجه ما يقارب 63 طالب من طلبة الجامعة للتدريب في جامعات وشركات في مختلف دول العالم دول العربية ودول أجنبية هذا من سعي الإدارة و تفاهمها لأهمية انفتاح طلبة الجامعة على الخارج على الجامعات الثانية يشوفوا شو عندهم عندنا صبية الآن بتتدرب في طجكستان مصنع تصنيع ذائي ومصنع ضخم هناك خليهم يشوفوا العالم يشوفوا التكنولوجيا الحديثة في مختلف دول العالم الآن موجود عندنا طلاب وقريباً راح يتوجه مجموعة أخرى من الطلاب بما مجموعة تقريباً وستين طالب خلال الفصل الصيفي وهذا رقم قياسي هذا ناهيك طبعاً عن الطلاب اللي يطلوا على الفصل الثاني وعلى الفصل الأول ولك برامج تبادلية أيضاً دكتور أكيد نعم هي برامج مستمرة برامج مستمرة وطالب يدفع شيء بسيط يعني يتحمل ثمن التذكرة أو شيء زي هيك والباطل كله مغطة فإحنا كثير نولي اهتمام للمشاريع الدولية ومشاريع التبادل الطلابي لطلاب وهذا له انعكاس بشكل مباشر على السوق العمل هنا دكتور مئة بالمئة مئة بالمئة انعكاس على سوق العمل وانعكاس على الطالب نفسه أنا طرفت لفكرة البرامج التكاملية وما كملت فيها لأنه هذا من البرامج اللي استحتثناها الآن أربع برامج في مستوى البكتلوريوس وعدة برامج في مستوى الدبلوم لأن الطالب ما بيكتفي فقط في التعليم الأكاديمي داخل الجاوع صلاة نظري أو عملي أنه الطالب في البرامج التكاملية بيقضي سنة كاملة من فترة دراسته في سوق العمل براتب مدفوع يعني طالب هندسة سيارات بروح للوكلاء لورشات تصليح السيارات بيقضي سنة كاملة براتب مدفوع الأجر هلا هذا شو مردوده راح يكون أول شيء الطالب راح يتخرج بخبرة عملية واسعة في حال أنه اشتغل وين مكان واللي احنا منلاحظه عمالنا أنه رب العمل اللي بيشغل الطالب خلال فترة تدريب الميداني لما يتعبوا عليه ويستثمر فيه ويفهم شغله هم أرباب العمل هم نفسهم صاروا يأخذوا هذا الطالب هم بطل يضحوا فيهم فهيك صار يعني الإنعكاس على السوق المحلي أنه أنت بتخرج طالب مش لسا بدك تقعد يتعلم فيه طالب جاهز طالب جاهز يعني للعمل طالب جاهز وفي منهم حتى صارت الوظيفة جاهزة جميل جدا كل ما تفضلت به الدكتور وهذا الأمر كما تفضلت يخرج الطالب بصورة ممتازة جاهز للعمل وهذه الفائدة بالتأكيد ستعم على البجتمع وصوق العمل دعني أختم معك في رسالة أخيرة للطلب المقبلين والذين ينمون التسجيل في جامعة الخضوري ماذا تقول لهم دكتور أول إشي بحكي لهم كل تمنياتنا بالتوفيق الآن أكيد هم بترقب بنتائج الثانوية العامة بحكي لهم لا تستعجلوا بالاختيار اتروه انتظر معدلك تراكمي شوف أول إشي معدلك شو بأهلك وادرس التخصصات اللي بدك أو ترغب في دراستها مظبوط اعرف التخصص وشو مجالات عمله شوف افهم عن التخصص اسأل عنه والإرشاد حاضر من طرف نحن جاهزين ويجي يسأل شو المساقات شو ممكن هذا شو يعني التخصص ما تلحق الأسماء ما تلحق أنه إذا فلان راح درس كذا أنا لازم أروح أدرس زيه وحكي لهم المجال مفتوح وعندنا سكوب واسع من التخصصات سواء في مرحلة البكالوريوس أو حتى مرحلة الدبلوم يعني إحنا ما منقلل من أهمية دراست الدبلوم بالعكس إحنا عندنا نقص في الكوادر المهنية المؤهلة في تخصصات الدبلوم إحنا عندنا حوالي 43 برنامج دبلوم وحنا ما شوفت السوق دكتوري الله عبدو يحجز سوق متعطش تماما السوق متعطش لهذه البرامج صحيح؟ يعني مش إنه إنه انتقاص من قيمتي إذا أنا درست دبلوم بالعكس إحنا وصلنا تخيل على الجامعة ناس معدلاتهم بالثانوية العامة يعني علمي 94 و95 ويحكي لك أنا راغب بدراسة تخصص دبلوم كذا خلاص هو عارف دراسة تخصص عارف إنه بنهيه خلال سنتين وإذا هو حابب التخصص ويبدأ فيه يعني فيه قصص نجاح رائعة سواء في مرحلة الباكالوريوس ولا في مرحلة الدبلوم ادرس السوق وادرس البرنامج هذا مهم جدا واعرف شو رغبتك ولا يعني إذا جبت معدل ثانوية منخفض إنه نهاية العالم لأ عندك برامج الدبلوم ربما يعني ربك اختر لك الخير وبرامج الدبلوم بتكون فرصتك فيها ومجال عملك فيها أقوى وأفضل من برامج تمنى أن تكون هذه الرسالة قد وصلت لجميع الطلبة شكرا جزيلا لتواجدك معنا الله يسعبك أهلا وسلم شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين الكرام إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة شكرا لكم على حسن وطيبة المتابعة نلقاكم في حلقة أخرى إلى ذلك الوقت إلى اللقاء شكرا لكم على المشاهدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة